النهاردة كان فيه زهبية عربية ميداليا زهبية عربية لصالح المغربي سوفيان البقالي خد الميداليا الزهبية في أولمبياد تباريس بسباق 3000 متر حواجز البقالي حفظ على إنجازه اللحقه في توكيو 2020 وحصد الميداليا الزهبية السنية مركز معايا واحد خد ميداليا زهبية في توكيو راح خد زهبية تانية بعد 4 سنين مش بيعش ما قالش كفاية ما قالش خلاص عملت الإنجاز لعب المغربي اللي عنده 28 سنة بزمن قدره 8 دقايق و 6 ثواني و 5 أجزاء من الثانية قدر يفوز بالميداليا الزهبية والمركز الأول ومن خلفه من خلفه اللعب الأمريكي كينيس روكس في المركز الثاني بعد كده الكيني إبراهيم كيوت في المركز الثالث وحصد الميداليا البرونزية طيب اليوم مبروك يا بطن إن شاء الله زهبيات أكتر لبلدنا العربية إن شاء الله كمان لبلدنا مصر حلو نفرح لأشقاءنا في المغرب يا رب دايما موفقين أنتم وكل الأشقاء العرب مع بلدنا الحبيب مصري بإذن الله فيما توقع من منافسات في الأولمبياد إن شاء الله يعني يا رب دايما يا رب دايما مصرح لأشقاء العربية